السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة سبنت لالانجية فيديو ديو ماشاء الله دي نفسر معكم واحد الموضيلة رائع الصراحة اللي كي يصلح في الصيف وفي شساو اللي صراحة عندي منه بزف دي يعني في الالوى ناقي كن لبسو في الالوى دوك ما يتوبش من نوع القماش غن خليكم بعدها معا تشوفو اشكال اللي ممكن لبسو بي يعني خمار متعدد الاستعمالة يعني كن لبسو بزف دي الطرق هنا يا عندي هذا الكرة هادي النوع ديال الكرة اللي كي يكون في ذيك النسبة اللي كي يكون جيبار دا تشوفو معي مني كالجبد كي يعطي ذيك اللمعة هذا وخص صراحة قديمة ولكن ما كيتحبب لوالو شوف كيتحببوش عندو يعني مدة طويلة تقريبوش تلت سنين والاربع سنين هكذا هو والتحت ديالو غدي تشوفو معي اعلى المنكة لبسو لها شوفو الشكل ديالو ديك الساعة اندوزو الطريقة لانها سهلة بزف اذا اول حاجة بدهو بالقطعة الصغيرة اللي كتل بس كتكون تحت وهذا صراحة كنتستعملو حتى بنسبة لتحت الخمارات اللي كي يكونوا شفافين هذا قصير شوية كي يوصل غر حتى للصدر فقط هادي لبسو المونيكا وتشوفو الشكل ديالو القطعة الاولى اللي كتجي في الاسفل هكذا حتى إلا كنا مصافرين ولكن والعائلة ولا شي حاجة هذا تبديرو بارد لكرة زوين صراحة بارد كيني كتل بسيها هكذا فوق من شي بيجاما طويلة ولا شي حاجة هكذا كيتل بس وحتى بنسبة للحجابات اللي عندي اللي كي يكون خمار كي يكون شفاف تبديرو موسلين ولا شي حاجة كاللبس هذا لتحسن حتى انها مزيين للصيف وحتى الاشتواء كي يجيب هات الشكل هذا الضره مطويلش بزاف سوف نعطيكم تسوي الطريقة لودة الفصلة وعد البقاء اللي عنده الدور المهم هو القطع اللي كتجي الفوق منسبة لهذا القطع هادي ما مخيطاش جي طرف واحد غني مريكم فصلة كيفش كتكون كي يجي كبير هذي تشوفوا معي كيفاش غادين شكلوا كنا اخذ هات الشعر كنا بسرها كي يزلق هات الخيمر هاته اللي في الاسفل كنت تلبس الأول اخذ هات الشكل كنا نحاول نزو واحد شوية موضيل هاته صراحة كي يجبني لانه حسن كنت بجد نخرج نتخرى وعندي شي حاجة يعني ما كي يجيرني هذا الشعر نزو واحد شوية يجب القطعة الثانية يجب القطعة الثانية نحن تأكد يعمل يجب القطعة الثانية يجب القطعة الثانية الموضيلات في الألوان سوف ترى هذا الطريقة الأولى والطريقة الثانية لفة الثانية بها الطريقة الحركة من هنا طويلة بها الطريقة بها الطريقة الثالثة واللفة الثالثة لا ترفع كيفية القطعة الثانية بها الطريقة و هذه الطريقة نشتها هنا في الجهة الرأس نريكم بالنسبة لك شعر فازق او لجو بارد أو لجو بارد او لن نشتها او لما يكون شعر فازق لا نجعلها هذا الفقاني نجعلها لابسها تحت و هذا قطعة الثانية و هنا نشتها الفقاني نشتها بها الطبوس طريقة التي أتعجبكم على حساب الدورة الوجهة لكم تطوي هنا قطعة قطعة لك اضغطيها بها الطريقة نضيف طريقة أخرى نضيف طريقة أخرى يتصرف بوضع وأخرى وعلى بك ICO نضيف توقف نضيفه نضيف ركوب نضيف درجة نضعه بهذه الطريقة هناك طريقة سهلة و عمالية لا تحتاج معه شيئا كثيرا يمكن تقوم ببسيها نضعه للمسجل يمكن تقوم ببسيها سنضعه ثم تقوم ببسيها ثم تقوم ببسيها مستخدم الى فصالة في نفس الوقت سهلة شدة اخرى و هذه اخرى بشيء طريقة الفصالة لان اصلا فصالته سهلة لطرقة الشدة لاحقا فقط تجلس لها من هنا بجيادي الخلف على اكثر حالة و تستطيع التجلس لها كالخمر قطعة الصغيرة القطعة الصغيرة قطعة 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 الصغيرة طوي التوب ديالي هلاء اثنان بهذا الشكل هادا هادا هو مترو هو اللي اختيت يعني مترو متر وستة سنتين طويتها بهذا الشكل هادا هكذا يعني الحشية مسلا هي اللي هتكون هنا ماشي هنا هيا لحيدة هدي بش ما تضوحكوش صافي يعني العرض ديال التوب هو هذا 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 هو العرض وهذا هو الطول اللي اختاريس انا كنجيب هات القطعة هادي كنطويها من الجهة ديال العرض ديال يعني العرض كتبته على اثنان مسلا الى كان في جوجمتر كتبه عندي متر هنا يا بالنسبة للجهة الامام هكذا وهنا يا راني اختارت ليكت لكم مترو ستة سنتين كانجيب كذلك نفس الطريقة اللي درت في هذا كانشوفش حال بغيث في الجهة الامام بالنسبة الامام انا ما قطعت فيه والو خليتو كما هو بحلي خليتو خليت اه التوب ديالي كما هو ما قص فيه والو في جهة الامام ولا حتى الخلف حتى وما قطعت فيه والو شنو كان ندير كانجيب هات الجهة هادي نشوف هاد القيمة هادي نفسها نحاول نحطها هنا في النصف اذا ما جاتنيش مثلا جات قليلة نقصة ماشي مشكل مهم مايكونش هاد البلاسة هاد القنس هادا نحاول نجيبوها ضايرا وصفي يعني هاكذا هاد القنس هادا هاد القنس هادا كنحيدو بهالطريق هاكذا هاكذا صافي هاتش اللي كان ديالي هاكذا كنحاول نجيبوه القوس كان نجيبوه مان هنا وكان لقيه مع هادي يعني قلنا هاد الجهة اللي مسدودة كان نشيو بها كنترس وكان لقيه مع الجهة اللي مفتوحة صافي وكان قطع هاكذا كيكون عندي الخمر ديالي ساهل وبصيد وكي جي صراحة رائع كي يعني بزاف طرق ممكن تلبسوه به وهذا الموديل ديالنا يعني القطع اللي كتجينا في الاسفل هي هادي وهدي اللي كتجي فوق منا هذا مكن أخواتي ما عن طولش عليكم كيمياء القومش ذكرتها عليكم بنسبة انواع القومش هادا لكرا ولي كنستعمل انا بنسبة لهذا الموديل هادا صراحة زوين بزاف ما كدبش عليكم زيما بحال هذه الانواع أنا كنكتر منهم كتلقوه ما عندي في الالوان عندي في القرونة عندي في هادا اللون هادا كحل وعندي البيض ما كن لبسوش بزاف عندي ولكن ما كن لبسوش بزاف الالوان بلو مارين عندي مهم بعض الالوان اللي عندي فيهم بزاف زيدي كنقوله خضر ماليكي غامق صافي هاد شي اللي كان اخواتي بلا منطول عليكم باش نقدر نحق لكم موديلات اخرى ان شاء الله السلام عليكم اخواتي ما تنسونيش لايك الله يجزكم بخير شكرا شكرا شكرا